نهاردة نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي صابت أحمد حمدي بقطع فيه الرباط الصديبي الأمامي للرجبة كان عمل أشعة واللعب خلاص هيغيب لفترة مؤكد طويلة تعرفين بقى الغياب في الرباط الصديبي دلوقتي بقى بيوصل لتمن شهور ربنا ربش فيه ويعافيه بإذن الله يوصل أو يلعب أو يعود للملاعب قبل هذه المدة بلا ربش فيه ويعافيه أحيانا الكرة بتبقى ظل معه في الأمور دي يعني هو في البيك بتاع مستوى في أفضل مستوياته مسجل هدف الفوز لفريقه فيه نهاية الكونفيدراليه ماشي في الدولي بشكل رائع جدا في بطولة أفريقه ماشي بشكل رائع جدا وإصابة هتبعده لفترة طويلة بتأكيد خسارة للزمالك كبيرة جدا وبالتأكيد خسارة للعب بس ربنا يا ربش فيه ويعافيه ويرجع في أسرع وقت ممكن واحمل مواهب المهمة جدا شفت أنا كنت بعرض لك من شوية القائمة المبدئية لمنتخبنا الوطني لمباراتي بوركينا وغينيا بيساوي كابتن حسن كان حاطعينه على أحمد حمدي وشايفه لاعب مهم وكان موجود أحمد حمدي فيه القائمة ترجمة نانسي قنقر